أما هلأ وصلنا لفقرة جديدة من صباحنا خلينا نقول عنا اليوم هيك فقرة رواء خلونا نروي أدي لهم صوت العود يعني كل لاياتنا متعلقين بهذا الصوت يعني رغم كل التطور ورغم كل الحداثة بالمعزوفات والآلات الموسيقية ولكن بظل في حنين لهذا الصوت الآية الشرقية الأجمع هو العود والمحنية بصوت العود ويمكن كل لاياتنا قلنا زكريات بالطفولة مع العود قداش يمكن هو فيه زكريات أساسية بالطفولتنا يمكن ما فيه حدا بالعيلة ما بيجرد يعزف عود بأهلنا بالشام أهلنا بحلب هاي الآلة إلى جزء كتير بهم بذكرتنا وخصوصية خاصة تراث هي بالنهاية نور اليوم ضيفنا هو عازف قدر أنه يصنع عوده بنفسه بنقال عنه أنه هو أول عازف سنع عوده بنفسه إله مؤلفات موسيقية كتير وكان إله تاريخ بموضوع العود والمؤلفات اليوم رح نسمعه ونرويق عليه بفقرة هيك إن شاء الله حتكون رائعة وتكون على زوءكم معنا لليوم الأستاذ حسين بسبيل بدي إليك سعدي صباحك أستاذ صباح الخير عليكم وعلى التلفزيون القديم وأنا بسهلة بحضرتك يسعد صباحك وسعيدين بوجودك أهل وسهلة فيك حاببت تسمعنا شيء ولا ضغلين نتفوت بك خلينا نرويق خلينا هيك نرويق بمعزوف الموسيقية نتلعك شوائي من الأجواء الشتوية طيب باعتبار أنه نحن الصبح يعني هلا ودائما يعني الصباح له خصوصية ورافعنا بها الخصوصية فيروز السيدة فيروز صحيح طبعا فمنقول شيء هيك شيء نعوم لفيروز نعم نسمع موسيقى 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 نحن 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 ن حوالي بحث وعلم حوالي خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة كنا نصنع أعواد بالبداية بديت مع أخي بعدين مع ابني بعدين يعني الآن أنا ما عاد اشتغلت بأيدي كشغل صناعة ولكن كل شيء أنا اليوم سويه هو أرشف كبحوس علمية في الصناعة الأوروب صار عودنا اليوم هو الأهم في العالم لما من قول عود سبسبيه فهو رقم واحد في العالم حلو عم شوفك شوية لقطات على الشاشة بورشة العمل قدي هاي الورشة بتجمع محبة قوية كتير يعني هي الورشة المملكة طبعي اللي فيها كل حياتي اللي فيها كل الأفكار الحلوة اللي بتطلع اللي هي بتخدم الإنسان إن كان موسيقى إن كان تأليف موسيقي إن كان تدريس إن كان سيناعة أكيد نحن سعيدين وفخورين فيك ولما نقول العود السبسبي هو الرقم واحد نعتز ونفتخر بكل السوريين اللي مثل حضرتك خلينا نحكي عن الموسيقى التصويرية للدراما قديش هي يمكن إلى جزء كبير برحلتك الفنية قديش الموسيقى التصويرية بتلعب دور بها تحريك المشاعر لما نقول حتى آلة العود يعني هي آلة حساسة وفياضة مشاعر والموسيقى التصويرية بيعتقد هي بتخدم العمل تقريباً 90% تلعب دور بإنجاحه اليوم صحيح مشواري كان مع الموسيقى التصويرية مشوار طويل يعني دام حوالي العشرين سنة بها العشرين سنة يعني العود الموجود في سوريا في كل الدراما السورية تقريباً 90% أنا يعني مثلاً من أيام أفتح لي يا سمسم الحلقات اللي هي كانت الأخيرة مع أستاذ حسين نازك فعودي موجود فيها يعني كان هذا 420 حلقة بالسنة يعني على مدار اليوم كل يوم في حلقة وكان العود مرافق تماماً للأطفال تماماً أغاني كلها للأطفال لأنه هو أصلاً برنامج الأطفال فعنما رحنا من مثلاً بعد أفتح يا سمسم كانت الدراما الجدية وكان في تطور للدراما بشكل لا يوصف والموسيقى التصويرية والموسيقى التصويرية والموسيقى في موسيقى تصويرية صارت انتقلت نقلة طويلة عريضة صار العود مع الأوركسترا كنا نسمع العود بهذا الجو الشرقي والعربي وجو رأسة ستي وجو البيت فصلنا نسمع عمل ضمن الدراما صار في عمل أوركسترا بتحس كتير كبيرة ولعود ما أخذ مجدو فيها وعم يلعب فيها فكان جو حلو وشتغلت مع أستاذ طاهر ماملي وشتغلت مع أستاذ سعد الحسيني اشتغلت مع يعني سوريا إذا أريد أن أنسى أسماء مع الكل يعني كل شي يشتغلوا بالدراما السورية التحييي طبعاً اشتغلت معهم كان مشوار حلو كتير والآن في تسجيلات هائلة وساعات طويلة من الموسيقى تحس لازم تكون هاي مخزون يعني مخزون موسيقي أكيد ضمن المكتبة الموسيقية السورية تمام تمام مثلاً سولو تبع بقعدو مين اليوم ما بيعرفوا تارك تارير تارارا استطار باب هذا مسجده أنا معهم قبل ما نروح لمهرجان طريق الحرير ووجودك كسوري ضمن المهرجان ما نسمع شي تاني شو حابب تسجيل العود تغير دوزان وضبطه لأنه في نسمع موسيقى تصويرية هيك شي ولا محضر شي تاني هكذا تضبطوا شوي لا هيك لا مشكلة بس كما يقول افتح يا سم سم اديكي ذكرياتي كتير حلوة يعني كل حدا عم شوفنا أكيد الجيل اللي بصان فيه أجيال تربط على هذا البرنابج حتى رجعنا شوفناه بنسخ جديدة ولكن ما بشبه القديمة يعني كشخصيات كرتونية يعني هلأ مثلاً فيه قلوني بحالي قلوني بحالي تغير 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 مثلاً حياة ناس خلوني بحالي يعني أكثر منهيك ما خلوني استاذ طاهر اشتغلنا معه كتير موسيقى حلمة و الزيير سالم بالعجمل نحكي عنه يعني على مطسر باب الحارة جزء من أول لجزء عشرين أو عشرين أو عشرين أو عشرين داني سمع شيء لباب الحارة اليوم؟ ما أنا أتذكر شيء لأنه حلقات أذينه سنة سنين كون مزير سالي من فترة كنا عمله إعادي إعادي لإلو يعني دائماً لما تكون الموسيقى هذه يعني ميلودي بيكون مقطع مرافق للدراما فما فينا نتذكره شيء طيب خلينا نتحدث عن مشاركتك بمهرجان طريق الحرير كفنان سوري ونحن بنبسط بكل المشاركات السورية بهذه المهرجانات لأنه نحن أساساً طالعين من حالة حرب لكن عندنا الحس الثقافي والموسيقي عالي ونستمرين فيه يعني وجودك حتى اليوم بالبلد واستمرارك بهذا العمل كمان هذا إنجاز ضمن ظروف لي عمي نعيشه اليوم حالياً طريق الحرير يعود الفضل للدكتور سعد الله آغا القلعة يعني كان إنه هو كان وزير سياحة بهذا الوقت فكلفني إلي حسين إنه شو رأيك نعمل هيك شيء مميز قلت له أنا اللي بحب هيك شيء هيك قصاصي يعني بحب الأشياء المميزة فبديت بهذا المشروع كان اللي يشتغل وساعدني بالمشروع بشكل يعني داعم أساسي هو دكتور سعد الله آغا القلعة ووزارة السياحة نعم كانوا طاقة ما بنسب من يعني من التفاني والشغل اللي هم يشتغلوه بخزوه سادر المشروع أستاذ الفريق بيعطي طاقة لبعض أيها بس هو فريق حلو كتير صحيح بيتأثر وبتأثر بهذا الفريق قبل ما نكفي حديثنا معك معنا اتصال لهاتفي حنروح نسمع اليوم عن الفعاليات هننتقل ضمن اتصال هاتفي لأستاذ ريم إبراهيم لنحكي أكثر عن ملف الأعوات في برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية سعد صباحك سيد ريم صباح الخير يسعد صباحك بما نحكي لأستاذ حسين خلينا نحكي عن فعالية إدراج العود السوري على قائمة اليونسكو لحفظ التراث اليوم بداية نخليني أجا فبح عليكم بكل الخير وطباح الخير لأستاذ حسين ننور اليوم وطباحنا أكيد حلو بأهل الحكيات الحالين وبالمعظوفات الحالين يلي عم تقدم لنا يومهم بالنسبة لملفة الأعوات الموسيقية والعزفة عليها طبعا مثل ما صار معلوف بالنسبة للمجتمع السوري والمجتمع الثقافي بشكل عام الأمانة السورية بكل سنة يكون لديها من ضمن أعمالها وخاصة برنامج التراث الحي تقديم ملفات لمنظمة اليونسكو بهدف الإدراج بقوائم التراث الإنساني مثل ما اتحقق إنجازات لعناصر كان مؤخرا آخرة مثل هالأيام السنة الماضية ملف القدود الحالبية هذه السنة نحن كمان بإمتزار نتيجة ملف الأعوات الموسيقية في نعطى والعزفة عليها وطبعا هذا الملف جاء نتيجة طلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تأثين ملف مشترك بينه وبين سوريا واللي هو ملف الأعوات الموسيقية نتيجة لوجود المجتمعات بكل البلدين اللي بتمارس هذا العنصر يلي بتصنعه ويلي طورت من آليات تصنيعه وآليات العصر عليه بحيث ما بقي بشكل أو بإطار الآلة التقليدية التراثية وإنما بطور لشيء أكاديمي وصار يعظف بمجموعات مستقبلة ضخمة سينفونية وغيرة طبعا بالنسبة للملف نحن بال2018 لما تقدم الطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية باشرنا مباشرة بإعداد جرس كامل لكل الممارسين والصانعين والعازفين يلي بيرتطوه بالعود سواء كانوا من الرجال أو المساق نحن فيما نعرف أن العود هو الآلة السورية المحببة لكل المجتمع ما في بيت سوريا على انتظاب الجغرافية السورية بيخلو من آلة العود حتى يعني مجموعة من الحكاية بتقول أن كان العود يطلع مع جهاز العروض فقمنا بيرتطوه مجموعة من المسمعين وعزفين العود وطبعا سوريا غمية بهذول الأشخاص اللي نفتخر فيهم وقدرنا نوفق ونجمع ما بينهم بحيث أننا بطرنا نكون موجودين معاهم حتى نقدر ناخد منهم المعلومات الأساسية سواء إن كانوا بالشام أو بحلب أو حتى بحما أو حتى أيضا بالسويدة فكان التركيز على هدور الأربع محافظات بلنا نتواصل معاهم نعرف معلومات عن العود حتى نقدر نصيغ هذه المعلومات اللي هي نابعا من المجتمع المحلي الممارس ونقدر نحطها بقلب النموذج الخاص للإدراج طبعا العمل كان طويل والعمل كان متعب لكن كان جميل بوجود أشخاص صعلا محبين أشخاص قدموا كل الدعم وكان سعبا هذا الشرف الذي يشبه شرفنا حتى نقدر نوصل تراث بلدنا لكل أشخاص لكل المجتمع تحت يعرفه سوريا ووجه الحضاري ووجه السورات المشرك أكيد ذكرت حضرتك نقطة ستريم أنه نحن بكل بيت سوري كنا نلاقي هاي الآلة موجودة ولو كان من بعض أنه نحن اليوم ما نعاصفين ولكن كان منظرة محبب ضمن البيت ومن خلال حديثك اليوم أدي اليوم نحن نحافظ على هذا التراث وخاصة على العود السوري طبعا يعني إذا بنشعر شوي نحن نحن هلا كما بيقوله من قلب وراء الزمان حتى نكتشف هذا العود قديش كان مهم أعظم وأهم الملاحيين والعازفين والمؤلفين العرب والسوريين حملوا أعواد هي صناعة عائلات سورية كانت معروفة في صناعة الأعواد وعرف العود السوري قديش هو عود دقيق قديش فيه عنده روح أنا بتذكر هلا بالألفين وتمنتعش أستاذ حسين هيكي حبيب بكر معي لما كنا موجودين معه في مشغل حضرته كنا عم نحكي فهو قال جملة كتير حلوة أنه أي إنسان ممكن يسمع آلة من خشب لكن لا علي اللي بيقدروا يسمعوا صوت وفعلا السماعة السوريين والعازفين السوريين قادرين على تصدير هذا الصوت وبعدين هذا العود بممارساته بتقوصه كتير موجود بحياتنا يعني ما في عنا حالة فرح لو بيكون فيها العود ما في ذكر ديني اللي بيكون موجود مثلا من ضمن الآلاف المرافقة كتاخد شرئي هو مرتبط بالنساء هو مرتبط بالحالة الرحانية مرتبط بالحالة الوجدانية فكل هاي الممارسات والتقنيات اللي عم تتناقل جيد بعد جيد هي جيد أمهم من تراثنا ونحن هلا نصر حاجة لحظة نتحافظ على هذا التراث ونحافظ على انتماءنا وهويتنا صحيح اليوم بما عم نحكي عن التراث السوري قداش مهم الحفاظ عليه قداش مهم اليوم إدراج العود السوري على قائمة اليونسك والحفظ للتراث استاذ حسين مثل ما قلنا ببداية حديثنا يعني نحن أساسا كانت الحرب هي ضرب الحضارة والفكر الثقافي أو الأبجدية أو النوطة الموسيقية فلما نقول إدراج العود السوري وحكيت أن العود السوري أنت سنعطه بإيدك لأنه ما لقيت مثيل لا بأي بلد حاولت ممكن تقطين يعود لا العود السوري له خصوصية وهو تراث جزء من تراثنا اليوم صحيح أول شيء بلدنا يعني الشام هذه ليست أول مرة تصير عليها هذه الهجمة يعني عبر التاريخ فيه كثير هجمات وآمت الشام ورجع يعني ليست أول مرة يعني كان آخر مرة التتار وبعضهم العثمانيين والفرنسيين ما بعرف شو إلى آخر وترجع الشام وتقوم ولا آي بعد الحرب آمت الشام أما شيء ما يربط العود بالمكان يعني هو أصلا مرتبط بهذا المكان الأكاديين 3500 قبل الميلاد 4000 سنة قبل الميلاد في للآن قرية فوق الحسكة اسمك الكميش المكان اللي هو يعني اختصار لكلمة جيل جامش الأكاديين هون بهذا المكان بهذا المكان لقوا تمثيل لعازف عود ترجع حوالي 4000 سنة قبل الميلاد فمن عندنا يعني يعني هو مثله مثل العود مثل الورد الشامي بس هذه الخطوة مهمة إدراج العود على قائمة اليونسكو لأنه للأسف كل الأصص اللي طلعت من عندنا بتلاقي الدول الأخرى بتحاول تسرقها وتنسبها لإيلة صحيح وثقافيا وتروح لمتاحف عالمية بتلاقي آثار سورية كل هاي التفاصيل يعني كل الدول بتحاول تسرق اليوم منك وتنسبها لإيلة لما نقول العود السوري إدراجه على قائمة اليونسكو اليوم لحظة التراث هي كمان علامة فارقة عالميا صحيح هلأ موضوع العود باليونسكو هذا يعني شيء مفروغ منه هذا شيء لنا هلأ بالبداية كان فيه موجود بالملف إيران موجودة صحيح هني اعتذروا هني ما كانوا شاغلين أكاديميا بشكل صحيح وشيء تاني إنه يعني يعني ما عندهم هاي الأوابد الأسرية اللي هي صحيح اتوسق بهذا العمق اللي هو مرتبط فيه العود بالمكان بالأرض بالشعب اشتغلت أنا مع الأماني مع الأمان السورية اي مع الأمان السورية مع الأخترين ومديتهم بكتير معلومات وحتى كمان في ملفات جابوا لي ورديت أنا حاولت أني نقاح وكذا وحتى كمان بالاجتماع الأخير مع اليونسكو كنت موجود أنا بالقاعة اللي هي أونلاين مع اليونسكو لما اعتذر اعتذروا الإيرانيين بصراحة كتير فرحت أنه تقدم المشروع باسم سوريا لأنه هو باختصار سوري سوري بامتياز واحد ما لدخل مع احترام لكل الدول المجاورة وكل علاقاتنا بكل الدول بس يعني ما لدخل يعني العود إلنا هذا التراث سوري صحيح خلينا نحكي اليوم عن تجربتك كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة اللي كانت في بيروت الدعا أضافت لك هالتجربة اليوم يعني كتحكيم من خلال دراستنا بالمسيئة أنا مر بحياتي ثلاث أسات يعني كانت أنا بعتبر نفسي أنه سعيد الحظ أنه هذول يعني أسات أثرت فيهم كتير لا ثلاثة وكل واحد منهم انهرم يعني كان مثلا الأستاذ نديم درويش رحمه الله هو ابن شيخ علي درويش يعني كان مصدر أساسي لكل معلومات الشرق الأوسط اللي هي اللي موجودة من علوم الموشح لعلم المقامات للإيقاعات لعزف العود كان في عنا كمان أمير البزو محمد أب الكريم كمان عنده آلاف الاستيلات من طرق العزف اللي هو اللي هو مبتكرة وورسانة ومطورة آخر شيء كان آخره منير بشير هو من العراق ولكن معنى سوري بس يعني فتح لي مجالات كثيرة الموسيقى التأمينية الموسيقى الروحية على مقامات البلاد الثانية فهذا خلاني أني أنا شوي مميزك عازف عود لما بدينا نعلم بدينا بالأطفال كانوا ثلاثة أربعة يازفوا بهذه الطريقة اليوم في 30 ألف يعني هذا قد يسعدني أني أنا مثلا أجي أسمع دراما سورية بقول هذا أنا أو أنا هذا أنا أو أنا أطلعت مؤنا نحن سعيدين موجودك نعتز مستخد فيك هو يوديكا لجنة التحكيم ابتدها مو من اليوم ابتدها من التسعينات كنت مثلا عضو لجنة التحكيم بمسابقة الأولى صحيح في الأردن ثم في لبنان ثم عودة إلى لبنان ثم في اليونان ثم في تركيا في تونس في مصر في الإمارات في سلطنة عمان في الكويت في قطر نعد مهرجانات للموسيقى ومسؤول وعضو لجنة التحكيم إن شاء الله بتستمر بحيذ النفس وحطت هون في سوريا بقيت أكثر من عشر سنين عضو لجنة التحكيم للمنتسبين للمنقرات إن شاء الله بتستمر بهذه الطاقة بسمعنا مداخلة من المايسترو عدنان فتح الله عميد المهد عالي الموسيقى حاول إدراج ملف العود السوري على قائمة اليونسكو لحفظ التراث يسعد صباحك مايسترو يسعد صباحك يسعد صباحك وهلا وسهلا فيك شريكنا أنت بكدة الإنجازات من الأسوال التي نفتخر فيها كمان اليوم السوريين المميزين أكيد أستاذ عدنان هل تسمعنا هل تسمعكم هل تسمعكم خلينا نحكي عن هذه الخطوة إدراج العود السوري على قائمة اليونسكو لحفظ التراث كيف يهم اليوم وإنت يمكن من بداياتك مايسترو عندك مشروع مكتبة موسيقية سورية هذا كتير مهم بالمستقبل لحفظ التراث السوري أول شيء بالنسبة لإدراج أل تلعود من قائمة ينسكو هو بالنسبة لألنا يعني بعيننا كثير لأن أل تلعود هي مرتبطة بثقافتنا السمعية ومرتبطة بأكيد هذا الارتباط هو ارتباط تاريخي يمكن ما في بيت أو ما في عائلة بيخلى فيها يعني تبتخلى من آلة العود أو في حد من أفراد العائلة بيجد على آلة العود وصراحة يعني ما هي ما وقفت هون الأصلاة يعني نحن تطورت سواء كان آلية تدريس أو آلية العزة على هذه الآلة تطور جدا جدا مهم وعلى مستوى الصناعة كمان يعني في صناعة نحن نستخر فيهم على مستوى العالم العربي والعالم ومنهم الأستاذ الأستاذ حسين حسين سبسبي اليوم عم يساهم بتقديم العود العود السوري كصناعة طبعا غير أكيد غير تاريخه شراحة مشروع من حسن هي أكيد غير تاريخه مع هذه الآلة كعادية وكمؤلف فهو هون بتتجل أكيد أهمية إضافة هذا العنصر وبتمنى أكيد يكون فيه جهود لبقاء هذه الآلة بشكل مهم سواء كان بمعاهدنا عمتوعنا بالموسيقى أو بقاء على مسارحنا بمختلف أنه لأنه آلة العود هي آلة موسيقية قادرة على أنه تعزف جميع الماض وأكيد كثير من الموسيقيين السوريين وعادفين العود لأكيد أدموا مشاريع أثلتوا فيهم إدرة هذه الآلة وإمكانيات المهمة سواء كان كآلة تعزف في الصولو أو تعزف مع أركسترا أو مع تشكيل موسيقى مثل مثلا الجاز أو غيره فهذا يعني يعني نبعا نبعا هم تلجل آميد إضافة هذا نصر شكرا مايسترو للمداخلي وبنتمنى لك التوفيق أكيد شكرا لحضورك شكرا لألكون وحارب كمان أن أسلم على الأستاذ حسين عم سمعك عم سمعك عم سمعك عم سمعك سمع سمعك لإله أكيد فضل كثير من عازفين العود مثل ما قالتلك بعدة بعدة مجالات وهو الذي أدمنا كتاب بجهود وكتاب عن الأعمال المسيطية التي كتبت لألت العود معه في كتاب واحد وصراحة نحن اليوم كعازفين نستفاد من هذا السابع ونعزف هذه الأعمال فهذا كمان يعني وجب أنه تشكروا وصبح عليه شكرا أستاذ عدنان شكرا شكرا لك نرجع لعنتك أستاذ حسين ونرجع لرحلة الموش من الشام للأندلس يمكن هاي أول حفلة بتصير بعد الحفل على سوريا خبرنا عننا أكتر عن هاي التجربة كيف كانت وكيف كان دورك ضمن الحفل صحيح كان آخر حفلة هي قبل الحرب كان طريق الحرير 2011 وكان أول حفلة بعد الحرب هي رحلة الموش اللي اشتغلت فيها التنمية مع وزارة السياحة مع وزارة الثقافة خبرني أستاذ طاهر ما منلي يعمل اللي حسين منه نعمل كذا وكذا 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 وبدأت بدأت رحلة عذاب بهذا الوقت أنه يعني الإعلام اللي هو بره عم يعطي صورة سيئة كتير عم بلدنا أنه أنا لما بدأ أحكي مثلا ما حدا يجيني من أوروبا اللي أنت جنيت أنا يجي لسوريا كيف دي يجي لسوريا وأنت قاعد بالحرب وبقنابل وحبيبي ما في شي عندي أنا الأمور بخير ونحن عم نطلع وعم نيجي وولادنا بالمدارس طب أنا كيف شو كيف يصدق أنت قلت لهم أنت حر لا تصدق براحتك بس أنا رفيقك وأنا اللي عم بحكي بحكيك كصديق وأنا رفيقك فبيقلي أنا خلاص بيجي إذا أنت عم تحكي أنت صديقي خلاص أنا بيجي أجبنا من إسبانيا أجبنا من المغرب أجبنا من تونس من الجزائر من كتير دول هي أصلا بتحبنا وبدينا هذه الحوارية الحوارية كانت يعني الشيء الأساسي اللي كان موشح وحاولنا أنه اللف حاول الموشح بتلوين السهرة بخصوصيات كل بلد فالإسبانيا كانت عم تغني مثلا لما بدأت أسمنا غنته بالإسبانيا المغربية غنته بالأمزيغي حلو أيوة العربي اللي هو من هون كان صفوان العابد فكان عم يغنيه بطريقتنا وطريقة أهل حلب الجزائري كان عم يغنيه بطريقته أيوة بطريقته فكان فكان هذا التنغم كان جميل جدا تنغم موسيقى ثقافي أيوة أضاف كل لهجة كل بلد أضاف شيء من روح بلده على الأغنية تمام فهذا الانسجام كان شيء لا يوصف وكان كثير تنفيذ هذه الفكرة صعب لأنه ما في وقت ما في وقت بروفات غير على النت مثلا هذه فرح الأفكار إلا فقط بالاتصالات إن كان عبر التليفون أو النت إنه بنناعمل هيك ونساوي هيك نعم أجوا قبلي بيوم بيومين وبدأنا أنه ورد وفيني مثلا أنا بالفندق بهذه الغرفة رد رجع الغرفة التالتة ونقول لهم شو بنا نساوي شو بنا نعمل لحتى قدرت أني سيطر على الفكرة اللي نحنا بدنا هي وكانت حفلة من أهم حفلاتي وأنا فرحان وكتير سعيد بهز إنه أنه كانت حفلة بقصر العظم بحيث عمل حميمية ولم كل الفنانين الدراميين ممثلين اشتقنا على هاي الأيام ايوه ايوه اشتقنا وشتقنا نشوف اللمة وشوف الأقبال ورحة الياسمين دي مكان شامي أذيم والموسيقى وهيك فكان يعني أحساس لا يوصح إن شاء الله يارم هيك نشوف حفلات أهم وأجمل نحنا كنا سعيدين بوجودك اليوم نحنا منعتز ونفتخر فيك وكيدنا نوجه التحية للمايسترو عدنان فتح الله وللإستاذ ريم إبراهيم لنعقب على مشروع الدراج العود السوري على قامة اليونيسكو بوجود حضرتك أنت عازف وفينا نقول مؤلف موسيقي وصانع آلة العود جزء من تاريخ هيدا العودة السورية نتشكرك فخورين فيك وسعيدين فيك نتمنى كمان نحضر لك حفلات نتبقى بهذا النفس وهذا النشاط شكرا كثير شكرا لكم شكرا لكم صباحكم نتسكر أهلا وسهلا نورت صباحنا وهيك زدت لطف عليه ورجمال يعني نتمنى لكل التوفيق ونشوفك بمشاريع حلوة وكمان بدراما تصويرية موسيقى تصويرية كمان رجل إن شاء الله شكرا تبقى مثل افتح ياسم سيم وزير سالم وهذول القصص اللي بيضلوا بالبال على طول الله خليك شكرا شكرا أستاذ حسين معالم الموسيقى والسوري اللي بنعتز و بنفتخر فيه دائما السوري إلو بصمة خاصة رغم كل الظروف يمكن لما رأنا فيها لكن الموهبة والحس والثقافة والفن والموسيقى السورية إلوهم بصمتهم اشتركوا في القناة